لعلها من أكثر الأمور المحيرة أن تتجاوز خلافات بعضهم السياسية الحدود فتصبح بغضا وحقدا بطابع شخصي محظ وفي ضوئه يتبنى هذا البعض التصورات ويقرر ويعمل فعلى الرغم من انهماكي أقليم كردستان منذ استقلال الأمر الواقع عام 1991 بالاهتمام بشأنه الداخلي وتعامل مع الظروف الموضوعية داخليا على مستوى العراق ومن ثم العراق الاتحادي وأقليميا ودوليا بتوازن الحصيف الرشيد إلى أن هذا لا يروق لأجندات محسوبة الغيات والدوافع إن حركة الإعمار واستفاء الأقليم شرائط تكوين الكيان الاتحادي المعتبر على محدودية الأمكانيات وكمية العراقيل التي توضع في طريق مساعيه كانت تدفع بالكثير من القوى التي بتتعرف اليوم الدولة الموازية إلى محاولة تعميق بعض أزماته وتوتير علاقاته والتشكيك بطريقة تعامله مع المستجدات العالمية بالتخوين أو التأمر ففي وقت يريد الإقليم إعطاء دور للعمل السياسي لحل مشكلة بككا مع تركيا دون أن يخسر من رصيده القيمي بكونه يتعامل مع تفصيلة ضمن قضية الشعب الكردي الكبرى لاجأت بعض القوى السياسية العراقية إلى تعميق الفجوة بين الإقليم وبككا بحرف أهداف الأخيرة وجعلها مرتزقة متخادمة مع جهات خارجية ما كرس عملية تصنيفها بكونها إرهابية فأصبح نشاطها تخريبيا عبثيا أكثر منه نضالا سياسيا الاعتماد على عناصر بككا للضغط على كردستان وجعلها سكينا في خاصرته كان بهدف الابتزاز السياسي أولا وعرقلة فرص التقدم وما الدور الخبيث للمنظمة في شنغال إلا وجه منه فضلا عن قيامها بتنفيذ عمليات إرهابية انطلاقا من مناطق وقرى كردستانية مأهولة ما يعرض أهاليها للخطر دون أن يعفي ذلك تركيا من مسؤولياتها كما وتعمل هذه الجهات على تأزيم الوضع بين قوى الأقليم وبعضها وبين الأقليم والحكومات الاتحادية بتحريض الأخيرة على عدم تحقيق أي تقارب من أي نوع كما في الملفات العالقة كما ولم تترك أي فرصة للإساءة إليه إلا وسلكتها ومن ذلك تحريك الدعاوى لدى ما تسمى بالمحكمة الاتحادية وضرب حركة الاستثمار نهيك عن التحريض والتعبئة الشعبية والخطاب الدعائي المقيت